أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم الاحتفال باليوم الإفريقي العاشر للأمن الغذائي والتغذية الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا اعتزاز مصر بالثقة التي اكتسبتها بانتخابها من قبل القادة الأفارقة في أديسا بابا لرئاسة الدورة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي والتي تعكس قوة وعمق العلاقات المتبادلة بين مصر والدول الشقيقة الأعضاء بالاتحاد الإفريقي وأكد مدبولي على أن القارة الإفريقية تواجه تحديات كبيرة لما تعانيه من فجوة غذائية كبيرة بين الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية خاصة في محاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية وما تواجهه من ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على المجالات الزراعية لمناقشة هذا الخبر وأخبار النشرة نرحب معنا بالستوديو بالكاتب الصحفي مصباح قطب مستشار القسم الاقتصادي بالمصر اليوم أهلا بحضرتك إذن الدكتور مصطفى مدبولي تطرق لموضوع هام جدا يهم ليس فقط إفريقيا هم كافة الشعوب وخاصة القارة الإفريقية ويتكلم هنا عن فجوة غذائية موجودة حاليا وأمور أخرى تطرق لها كيف تقرأ ذلك؟ الأمم المتحدة من سنة 93 عملت حاجة اسمها اليوم العالمي للفق بيحتفل بيها عادة اليوم 17 يعني يكتوبها من كل سنة يعني منذ أيام قليلة وكان بان منه أنه يعني فيه من بين 101 دولة تم فحصها فيه واحدة من 10 مليار بني أدم فقر في العالم اسمه فقر متعدل الأبعاد غذائي وصحي وفقر قدرات وفرص إلى آخره لكن المصيف في الموضوع أنه يعني 85% من الفقر دول وخلي بنا أن الفقر يسوي على طول يعني إيه سوء تغذية أو يعني نخص في الأمن الغذائي يعني 85% بقى من الفقر دول موجودين في الصحراء جنوب الصحراء في أفريقيا وفيه جنوب أسيا 90% من الأطفال الفقر موجودين في العالم كله في الحزبة اللي أنا قلتها دي موجودين في بوكينا فاسو وتشاد والنيجر وأسيوبيا وجنوب السودان الفايف جنوب السودان على سبيل المثال بيفوق 96% يعني فاسو دول من المهم جدا أنه أول حاجة تعملها للفقر أنه يأكل وبالتالي من هنا أهمية القضية بتاعة الأمن الغذائي وعقد الجولة في مصر وحضور سيدة رئيس الوزراء أنا كل ما أعملوا أنه مصر تستطيع أن تسهم بتقديم خبرات ذات كلفة قليلة للأفريقى ليتمكنوا من تغيير حياتهم فيما يتخص الأمن الغذائي وأنا ظن كفلاح أنه الناس في أفريقيا محتاجة مية وبزوء المية موجودة أفريقيا ما فيها الشوحة مية بالعكس إحنا اللي بيضيع من المية المية اللي بتنزل على الحزام الاستواء في أفريقيا مثلاً عشرين مثل اللي بيجينا إحنا في مصر يعني رقم كبير جداً مهضم من المية محتاجة طبعاً استثمارات عشان تتواجه محتاجين مية الفلاحين وأدوات بسيطة يساو بيها الأرض وبزوء ورعاية طبية يعني الطب بيطري ليه مرشيهم لأن أنا لاحظت أنه ده راح وردت كتير في المؤتمر مركزة أوى على تكنولوجيات متقدمة وزكاء اصطناعي وحوكمة ومش عاف إيه ده برضو صعب أوى ده ينفع للناس اللي عايزة تصدر أنا بتكلم على مهم دعم الذين يزرعونه ليأكلون وده بعتقد أن مصر بلد زي الهند الحقيقة عندهم قدرة أنهم يختاروا حاجات بسيطة لكن مفيدة في الواقع العملي